اشتركوا في القناة البداية من صحيفة دعوت احرانوت الاسرائيلية التي كتبت تقول ان مسؤولا في الشرطة الاسرائيلية قال ان الاوضاع في محيط المسجد الاقصى عادت الى ما كانت عليه قبل الهجوم الذي وقع في منتصف الشهر الجاري داخل المسجد ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله انه يتوقع تدفق الاف المصلين للقدس لاداء الصلاة بالاقصى يوم غد الجمعة لافتا الى ان الشرطة ستنتشر في المكان منعا لأي احتكاكات او مواجهات مع الفلسطينيين صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية قالت ان اجواء الفرح عمت احياء مدينة القدس المحتلة وتحديدا في منطقة باب الاسباط بعد الانتصار الذي تحقق بفعل الصمود الاستوري للشعب الفلسطيني وتحديهم للاحتلال واجراءاته ورفضهم التعاطي مع كل ما فرضه بعد الرابع عشر من الشهر الجاري هذا الصمود الذي اجبر الاحتلال على ازالة البوابات الالكترونية والجسور والبوابات الحديدية عند مداخل الاقصى أعود فأرحب بضيفي من لندن الكاتب الصحف الأستاذ محمد قواص أستاذ محمد لعلك تبعت معنا يعني معظم الصحافة العربية وحتى شاشات التلفزيون كلها تتحدث عن هذا الموقف وصمود الشعب الفلسطيني وهذه الأجواء الاحتفالية التي تبعناها منذ صابيحة هذا اليوم استعدادة لصلاة العصر الداخل المسجد الأقصى بشروط الفلسطينيين كيف تقرأ هذا الصمود وهذه النتيجة التي تحققت على أرض الواقع الحقيقة أن كل الصحافة والمحالين السياسيين ممكن أن يكونوا قد عجزوا عن استشراف ما حصل وحصد نتائجه الفلسطينيون في الأمن الأخيرة كنا كثير ممعينين في الكلام عن التوازن القوى وعن إيرادات الكبرى سواء كانت دولية أو محلية أو إقليمية وعن حسابات لها علاقة بأجندات المنطقة وإذ بنا نفاجأ بأن الشارع وحده والناس وحدهم هم من الذين يقرروا مصيرهم أمام استحاق كبير من مثل الأقصى وما زال أيضا أمامنا هذا المثال الذي ما زال يعتبر الأقصى برمزيته مكان تعبد ومكان بإمكاننا أن نرص الصفوف خلفه من أجل مواقف سياسية معينة أيضا يجب التنبيه إلى أن السياسة لم تدخل في هذا المجال وأن من دخل في هذا المجال هي إيرادة الناس وهي تنوع هؤلاء الناس عند مرأينا المسلمين والمسيحيين الفقراء والأغنياء ينصبون في جهد واحد من أجل تخليص الأقصى من هذه الإجراءات الأخيرة أعتقد أنه درس جديد ويجب أيضا أن يبنى عليه وأن لا يترك وكأنه حدث هامشي نقف إجلالا واحتفالا به لدقائق وبعد ذلك نذهب إلى مواضع أخرى دكتور قواس نعم أزالت إسرائيل البوابات الإلكترونية والإجراءات التي تخذتها لكن أنت شخصيا تعتقد أن هذا سيكون المشهد الأخير في استهداف إسرائيل للمسجد الأقصى أم أن إسرائيل ستعود لاحقا بشكل أو بآخر ولن تكل أو تمل في هذه المحاولات منذ عام سبع وستين إسرائيل تكرر محاولاتها لاستهداف المسجد الأقصى تارتا عبر اعتباره مكان لتجمع المؤمنين أو بالتالي بين المزدوجين المتطرفين وثانيا عبر استهداف بناه التحتية من خلال الحفريات التي تقام تفتيشا عن الهيكل المفقود وثالثا أيضا تريد إسرائيل أن تثبت احتلالها لهذه المدينة وتعتبرها جزءا كاملا من دولة إسرائيل ولا يمكن لها أن تعترف بهذا القسم الشرقي عاصمة يوما ما لدولة فلسطين حتى أن هناك تشريعات قد ثبتت أخيرا في الكنيسة الإسرائيلية تمنع أي انسحاب من هذه المنطقة إلا إذا حصل على حوالي الثلسين من النيد يعني بمعنى أو بآخر أن إسرائيل تحاول محاصرة هذه المدينة لكن أنا أعتبر أن ما حصل حاليا إسرائيل اتخذت قرارا لأنها كانت تعتبر أن ما يحصل في الأقصى بإمكانه أن يفجر انتفاضة أخرى جديدة ليست مستعدة لها لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الدولي وهي تتعرض لضغوط كثيفة من قبل الأوروبيين وحتى من قبل إدارة ترامب الذي يريد على الأقل تثبيت إنجاز معين أنا ما أريد أن أقوله أن هذا الذي حصل خلال الأيام الأخيرة ثبت منهجا جديدا في التعامل مع هذه الحالة الاحتلالية الإسرائيلية ربما علينا أن نتأمل كثيرا نستخلص الدروس وبعد ذلك نقرر كيف نتعامل مع هذه الحالات أشارت في معرض حديثك دكتور قواز إلى أن الشارع هو من أجبر إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوة من التراجع فعلا هذا أمر مؤكد لكن هناك أيضا في الصحافة العربية والعالمية من يتحدث عن أدوار لدول إقليمية وفي المنطقة لعبت بشكل أو بآخر دورا في إثناء إسرائيل عن هذه القرارات يعني العواصم تدخلك طبعا هناك جهد أردني بحكم العلاقة الشرعية ما بين الأردن والأقصى أيضا ضغط مغربي بحكم أيضا العلاقة ما بين المغرب وقضية الأقصى بإضافة إلى الجهد المصري أو الجهد الأمريكي أيضا في هذا المجال لكن أنا أريد أن أركز أن كل هذه الجهود الدبلوماسية كان ممكن أن لا تجري لو لم يكن هناك ضغط من الشارع وضغط مذهل مذهش يخجل أيضا أعتقد أن العواصم العربية كانت مجبرة على اتخاذ إجراءات من هذا النوع على الممارسة الضغوط وأيضا العالم الأوروبي والغربي كان أيضا يحاول الممارسة الضغط على إسرائيل لكي لا ينفجر الوضع الفلسطيني وهم في حالة مكافحة للإرهاب سواء تتعلق الأمر في سوريا أو في ليبيا أو في العراق يجب التنبيه ويجب أيضا الاعتراف لهذا الشارع بأنه أجبر الجميع أجبر الفلسطينيين سلطة أجبر العواصم العربية كما أجبر إسرائيل والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراء أنهى هذه القضية دكتور قواص اسمح لي أن تقل بك وبسادة المشاهدين إلى صحيفة لوفي جارو التي أفرضت حيزا كبيرا لما يدور في مدينة إدلب حيث كتبت الصحيفة تقريرا جاء فيه أن استعادة إدلب لم تعد أولوية لدمشق على المدى القصير أو لحليفة روسيا بل حتى للأمريكيين أضافت الصحيفة أن الاهتمام بمدينة إدلب من قبل دمشق سيكون في النهاية وأن النظام السوري يعتزم جعل مدينة إدلب قضية دولية فخطورة وجود المتطرفين من شأنه أن يشكل تهديدا لأمن تركيا بل حتى لأمن أوروبا نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا عن التطورات الأخيرة على الحدود اللبنانية الشرقية إضافة إلى زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولفتت إلى أن الحريري يريد أن يبعد لبنان عن الحرب السورية التي يشارك فيها حزب الله دكتور قواس ضيفي من لندن هل برأيك أن استعادة إدلب كما أشارت لوفي جارو لم تعد أولوية لدمشق على المدى القصير أو حتى لروسيا بمعنى أن سوريا والنظام السوري يحاول أن يستخدم هذه الورقة فيما بعد ليس في هذا التوقيت الآن أعتقد أن الموضوع في سوريا انتقل من الخيارات العسكرية التي ممكن أن تثبت من أجل تفاهمات سياسية بعد ذلك أعتقد أن سوريا تجاوزت الموضوع العسكري لم يعد أي طرف يريد حسما عسكريا أو باستطاعاته حسما الموضوع العسكري خصوصا أن الشأن السوري أصبح اختصاصا أمريكيا روسيا يجري التداول بشأنه في هذه العاصمة أو تلك وأن الروحية الحالية لحل المسألة السورية هي بتقطيع سوريا إلى مناطق نفوذ أو ما يسمى بمناطق خفض التوتر أو المناطق الآمنة إذا لم تكن أدلب على أجندة النظام السوري لأنها ليست على أجندة واشنطن وموسكو وأن دمشق ليست بصدد تجاوز الإرادات الدولية في هذا الشأن أعتقد أن هناك منظومة إقليمية دولية جعلت من أدلب ملاذا لكل من يريدون ترضه من مناطق أخرى بانتظار أن تحل هذه المسألة ولا أعتقد أن الحل العسكري سيكون الحل النهائي واضح جدا حتى من خلال ما أوردتموه فيما يتعلق بمعارك جرود عرسال أن التفاهمات حتى داخل جماعات المسلحة هو الذي يؤدي إلى حسم هذه المعركة إذن الحل السياسي دكتور قواص هو من سيحسم الأمر في النهاية لكن في المدى المنظور ليست هناك رؤية واضحة من روسيا من أمريكا حتى من الداخل السوري لطبيعة هذا الحل أو هذا الشكل من الوصول إلى حلول الأزمة السورية ما هو جديد أن بلايات المتحدة رفضت أن تنخرت مباشرة أيام الرئيس أوباما في الموضوع السوري وأعتقد أن نقول أن وكلت المسألة السورية إلى روسيا لاحظ معي أن وزير خارجية الأمريكي أنا ذاك جون كاري كان يواكب نظيره الروسي في كل الجهود العسكرية والديبلوماسية التي تقوم به روسيا هذه المرة الأمر مختلف الأمريكيون أصبحوا منخرطون بشكل مباشر تحدث عن عسكريا داخل الأراضي السورية تحدث عن عدة قواعد عسكرية عن تواجد عسكري في الشمال السوري لدعم الأكراد وفي الجنوب السوري أيضا لدعم بعض الجماعات المعارضة السورية وأن التفاهمات فقط بين موسكو وواشنطن التي حصلت في عمان أدت إلى إنشاء هذه المنطقة الآمنة في الجنوب ومنطقة أخرى في الريف الدمشقي وأن الجديد في الأمر أنه لم يعد بالإمكان كما قلت تماما ليس هناك أجندا ليس هناك خطة أمريكية ليس هناك خطة روسية لكن الخطة الواضحة جدا أن لا حل عسكري الحل الوحيد هو بتوافق أمريكي روسي قد يشهد بعض المناعشات لكن بالنهاية هذه مصلحة لكريمليم والبيت الأبيض دكتور قواس الواشنطن بوست أشارت إلى زيارة الرئيس سعد الحريري إلى الولايات المتحدة الأمريكية وربما بتأتي التباعت تصريحات رئيس دونالد ترامب فيما يتصل بحزب الله تحديدا وكانت تصريحاته واضحة لا لبس فيها تحمل تهديدا مباشرا لحزب الله هل هذه من قبيل التصريحات الصحفية أم أن أرض الواقع ربما تشهد تغيرا في توجه السياسة الأمريكية تجاه حزب الله تحديدا في الفترة القادمة أنا لم أعد أمن بتصريحات تصدر عن البيت الأبيض تتعلق بلبنان لأنه على الأقل منذ 2005 حتى الآن تعرض لبنان إلى ضغوط داخلية إلى انفجارات واغتيالات وإلى قيام حزب الله نفسه بانقلاب داخلي سواء من خلال ما يسمى بسبع أيار أو من خلال أيضا انقلابه على رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري أثناء تواجد سعد الحريري في ضيافة الرئيس الأسبق الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض هذه المرة أعتقد أن ترامب يريد إطلاق بعض التصريحات التي أنا أراها إعلامية طالما أنها لم تتواكب بإجراءات فاعلة بإمكانها دعم ضيفه رئيس الحكومة هو يريد بشكل أو بآخر ربما إعادة الاعتبار لرئيس الحكومة الذي تم الانقلاب عليه داخل البيت الأبيض وأيضا الاعتبار للولايات المتحدة التي أيضا عندما كانت تستخبل رئيسا لحكومة دولة تم الانقلاب عليه وهذا طبعا يعتبر إهانة على المستوى العلاقات الدولية لكني أنا لا أعول كثيرا على تصريحات ترامب وهي شبيهة أيضا بتصريحاته في مجالات كثيرة إذا لم يتواكب ذلك مع إجراءات ليس فقط أمريكية يجب أن يكون هناك منظومة دولية لمساعدة الدولة اللبنانية لكي تصبح ممثلة وحيدة لهذا الشعب اللبناني ابقى معي دكتور قواص إذا سمحت أذهب إلى فاصل قصير مشاهديك كرام ثم أعود بعضه لمتابعة هذه القراءة مرة أخرى في الصفحة الأولى أهلا بحضراتكم مجددا مع صفحة الأولى إلى صحيفة المدى العراقية التي قلت إنه منذ أن أعلن رئيس الوزراء حيضر العبادي قبل أسبوعين استعادة سيطرة على الموصل يواصل العديد من عناصر تنظيم داعش الخروج من الأنفاق والسراديب ومن بين ركام المنازل المدمرة ويعتقد أن التنظيم بعد خسارته للموصل قد يعود إلى أسلوبه السابق المتمثل بشن هجمات منفردة على القوة الأمنية قالت مصادر يمنية لصحيفة العرب إن الخلافة بين الحثين والمخلوع علي عبدالله صالح لم يعد مجرد تخمنات أو تسريبات موجهة لفك التحالف بينهما فقد خرج الآن إلى العلن وصار كل منهما يجهز نفسه لمرحلة ما بعد فك الارتباط وأضافت الأوساط للصحيفة يوجر اتصالات متعددة لفتح قنوات تحسبا لمرحلة ما بعد فك الارتباط مع المتمردين الحثيين وأنه يريد أن يغادر مركبهم التي تتجه إلى الغرق في ضوء تغير الموقف الأمريكي تجاه إيران إلى ضيفي دكتور قواس في لندن دكتور قواس هل فعلا صحيفة العرب محقة في هذا السيناريو الذي تحدثت عنه من أن انفصالا سيحدث إن آجلا أو عاجلا بين المخلوع علي عبدالله صالح والحثين وهل أنت تقرأ في المشهد السياسي والصحفي ما يوحي بذلك؟ يعني أولا تحالف بين رئيس الأسبق علي عبدالله صالح والحثين وتحالف غير طبيعي وخضب ضدهم ست حروب عندما كان رئيسا للجمهورية وكان طبعا هناك تناقض بين مفهومه كمفهوم الدولة ومفهومهم كمفهوم الميليشيات الترابط أو التحالف الذي جرى جرى لأسباب ضرفية بالإمكان تجاوزها علما أن المضمون الإديولوجي للحثين والمضمون الآخر لحزب أو تيار الرئيس علي عبدالله صالح لا يمكن أن يلتقيه وأعتقد أن هناك تطورات دولية تغيير في المجهد الدولي الإقليمي المتعلق باليمن وكما ذكرت أستاذ له علاقة أيضا بتغيير الإدارة الأمريكية وتحالف الإدارة الأمريكية مع التحالف العربي الذي يقود هذه الحرب هناك وبالتالي أعتقد أيضا أن الرئيس الأسباق علي عبدالله صالح يود من خلال اتصالات أو قنوات أخرى إعادة تموضعه وإعادة أيضا الإطمئنان إلى مستقبله داخل أي تسوية مقبلة صحيح دكتور قواز نعم وفي هذه الجزئية أنا أتزل أن أقفك لأقرأ معك جملة من العرب تقول أن الأوساط السياسية قلت للصحيفة أن المخلوع يجري اتصالات متعددة لفتح قنوات تحسبا لمرحلة بعد فاك الارتباط ما هي القنوات التي يمكن أن أفتحها ومع من في المنطقة في هذا التوقيت يعني رسميا كان هناك إجماع على عدم فتح قنوات أو على عدم تعويم إعادة تعويم علي عبدالله صالح داخل اليمن وأنا لا أعتقد أنه يعني يطمح إلى العودة رئيسا لأليمن بعد كل الذي يجار كان هناك مقاطعة نهائية قرار نهائي السعودي خليجي في هذا الشأن اليوم إذا كان أراد أن يفكر ارتباطه بالحثيين بالإمكان التوصل إلى تفاهمات معينة خلفية لا تعيده زعيما ولكنه قد تعيده شريكا هو وحزبه بأي تسوية قادمة وطبعا حتى عندما بدأت الحرب في اليمن كان شعار التحالف العربي هو المفاوضات العودة إلى طورة المفاوضات وحل المسألة اليمنية بالحوار وأن الحرب كانت أداة من أدوات السياسة ممكن أن نقول أن علي عبدالله صالح استنتج ذلك وأن هناك ضغوطا تذهب في هذا الاتجاه المدى العراقية ومعظم الصحافة العراقية طبعا دكتور وبعد استعادة السيطرة الكاملة على الموصل تتحدث عن أن داعش الفكرة وداعش التنظيم أيضا لم ينتهي بعد وربما هذه قراءة وتحليل معظم ضيوفنا ومعظم المحللين هل فعلا داعش ربما يعود إلى أسلوب آخر مختلف العمل بشكلها جماعة منفردة ليس في إطار ما كان يسميه أو يدعيه الدولة والخلافة وما إلى ذلك في العراق عندما يتحدثون عن المكافحة داعش أو القضاء على داعش طالما هذا إجراء واشتفاث عسكري لكن أيضا يحاولون بشكل أو بآخر أن يوهموا الرأي العام أن ما قبل داعش كان جنة وأن داعش هي التي سببت بهذه الكارثة أعتقد أن ما قبل داعش هو الذي ولد هذا الورم وأن هذه الأسباب ما زادت موجودة في العراق هذا الانقسام السياسي هذا التباين ما بين الطوائف هذا العراق ما بين الثيارات السياسية التي حكمت العراق منذ 2003 لم تنتهي وأنه يفترض أن نعود إلى تسوية سياسية تعيد الاستقرار وعدالة معينة إلى هذا البلد لا تسمح بعد ذلك بأن يتربى هذا الورم الإرهابي داخل هذه البيئة أو تلك إلى أي مدى باستطاعة الرئيس الحكومة حيد العبادي الوصول إلى توافقات معينة خصوصا بالفترة الأخيرة كنا نسمع عن مؤتمرات للسنة في محاولة إدخالهم بشكل عادي وشرعي وجدي داخل العملية السياسية وهذا أيضا يعطينا فكرة أن المشكلة ما زالت موجودة وأن أورامها باستطاعتها أن تتولد يوما بعد يوم إذا لم تحل هذه المشكلة شكرا جزيلا الكتب الصحفي دكتور محمد قواص تحدثت إلينا من لندن شكرا لك شرفتنا اليوم في الصفحة الأولى وشكرا دون موصول لحضراتكم ومشاهديك كرام في أمان الله وإلى اللقاء